اشتركوا في القناة 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 يعني اي طيب يعني هاد الخبز بزاف بلين وخفيف ويجي بزاف هايل شوفوا البلات من بعد ما يعني ما نقلبوها من جهة واحد اخرى رايحها تتنفخ معاكم هادي المربعة اللي درت معاكم ودرت تاني دائرية دائرية جي بزاف شبا انا شخصيا تعجبوني هادوك الدائرية خير هاكذا يعني نحلوها غير باليد ماشي بالحلال يعني غير باليد كما راكم شايفين ومنخلوه لا يختمر لأولو يعني سهل هاد الخبز محشي بالبططة مرحية هاكذا نخلوها غير تاخد اللون هذا من بعد نقلبوها من الجهة واحد اخرى ونخلوها يعني حتى تتنفخ كما راكم شايفين هاكذا البلات بهذا الطريقة كميلت كامل العجينة ديالي كما قلت لكم عشا خفيف ضريف يعني درت الاروز بليك خفيف حبيتو نديرو بيض ما حبيتوش نديرو احمر يعني بلاسوس حمره كامل هادو ها هو الخبز ديالنا البنات من بعد ما كملت كامل الخبز ديالي رايح ندهنو بشوية زبطة ولا بشوية زيت الزيتون يعطي لكم بزاف البنات هيلة يعطي لكم ذوق بزاف هايل هاكذا ندهنوهم كامل من بعد نقدموهم يعني يتاكلوا سخونين هاكذا بها الطريقة هذا هو الطبق ديالنا البنات تاع الاروز من بعد يعني ما صفيت الاروز ديالي ومن بعد دهنتو كما قلت لكم بشوية زبدة بشوية فلفل لك حلو الملح من بعد يعني ما يعني مدهنتو كامل حطيت فوقو اللي خويفة ديالي من بعد ما طابو والخبز ديالي الهندي كي ما راكم شايفين بزاف بزاف هايلو بلين ان شاء الله الليبنات يتعجبكم الوصفة هادي هي وعشا يعني خفيف ضريف ما فيهش بزاف صعوبات كي ما تعرفوا الليبنات كنت مريضة ويعني اش حالو أنا نشر الفدواء ما دار لي ويلو بالصح جربت واحد الوصفة لبنات يعني واحد العشبة يعني طبيعية بزاف هايلة رايحة نوريرها لكم يعني في آخر الفيديو بالنسبة لأروس ديالي رايحة يعني نقسم لكم مغصود شوفوه بزاف هاي اللبنات يعني الأروس جعل أحبه وحنا كي ما قلت لكم في بداية الفيديو حبيتو بيض محبيتوش يعني بلاصوس حمرة انتو ما تقدرو تضعفو يعني لاصوس اكتر من هكدا باش يجيكم حمر اللي تحب يعني الأروس ديالو حمر هادي هي البنات العشبة اللي قلت لكم عليها بزاف بزاف هايلة لو كان ما جربتهاش لو كان ما عطتنيش يعني نتيجة ما رايحاش نوريها لكم بزاف هايلة هادي لي براتني البنات هادي لي جبت لي شفا والحمد لله نشكره ربي ونحمده يعني بزاف هايلة وحبيت يعني نبرتجيها معاكم يعني لي مريضة بزو كام ولا ما مشقيقة البنات أنا كي مرضت مرضت زو كام ومرت شقيقة تعرسي بالصح بهاد العشبة نحات لي شقيقة ونحات لي زو كام العشبة هادي البنات يعني تتباع عند الصيدلية شراها رجلي غير بعشرالف مراهي شغاليا وعندها الرقم خمسة يعني نخلق خمسة مضاد للزو كام وانتو ما تقدروا اللي عندها يعني المرض في الحلقة ديالها ولا لانجين ولا يعني تتباع تاني عشبة يعني خاصة بالحلق يعني كل واحد والرقم دياله العشبة ديالي البنات وجدت هنا كسروا هنا حطيت زو كمغارف كبار هاد العشبة البنات متكونة من القرفة وسكن جبير يعني زنجبيل وقرنفل وزعتر يعني هادو كامل مخلطين هنا في العشبة هادي وحطيت زوج مغارف كبار داخل الكاسرونة رايحة نحط حوالي زوج كيسان ونص تع الماء يعني زوج كيسان رايحة نديروه يعني نشربوه ونص هادوك راحة يتبخر من بعد رايحة نغليه بها الطريقة وانتو ما البنات كيتشوفوه يغلي والبخار يطلح حاولوا يعني تشمو هادوك البخار هكذا باش يعني يتنحلكم كامل الريح التعكم ما منيفكم انا كي على بلكم في الفيديو قبل هادا كان كنت يعني نهضر من نيفي يعني كنت مبلعة خلاص بهاذ العشبة تنحالي نيفي وتنحالي راسي والحمد لله من بعد درت اللي تخونش تاع الليمون يعني شرائح الليمون الداخل وزدت معهم غير فاتع العسل الحرة كي ما راكم شايفين اللي ما عندهاش العسل تقدر تدير بالسكر كي ما تقدر تشربها عادي بدون سكر يعني يعني تقدروا تشربوها بدون سكر اللي عندها مرض السكر نشار بشافيكم ويعافيكم ويشافينا اجمعين يا رب العالمي هذا هو البنات الفيديو تاع اليوم ان شاء الله يعجبكم ولا عجبت تجيب الفيديو محبابكم مصحبكم وما تنسونيش في لايكاتكم لايكاتكم الرائعة وإلى الملتقى مع فيديوهات واحدة أخرين ان شاء الله سلام